وضعت الحكومة ستة حالات لتوقيف الاستفادة من منحة البطالة السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة المعلومات قبل بدء الفيديو فضلا وليس امرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد كما عودتكم قناتنا دائما مفصلات ومستجدات جديدة بخصوص منحة البطالة كما تعلمون ان امس قد قام رئيس الجمهورية باجتماعا في مجلس الوزارة وقد تضمن في هذا الاجتماع ملف اساسي يخص منحة البطالة وتحدث على عدة نقاط في هذا الملف ومن بين النقاط التي تحدث عنها هو ان الرئيس امر من الوزارة وزارة العمل والحكومة تحديدا من خلالها شديد اكبر على حالات التحايل كما وضعت الحكومة ستة حالات لتوقيف الاستفادة من منحة البطالة ويتعلق هذا الامر بتنصيب المستفيد او زوجه في منصب شغل او استفادته من الاجهزة العمومية لدعم احداث وتوسيع النشاطات بطلب من المستفيد وفي حال رفض المستفيد لعرضين اثنين للعمل متابقين لمؤهلاته او رفض المستفيد تكوينا يرمي الى تحسين قابلي تشغيله واستفادة المعنى او زوجه من دخل اي تكون طبيعته وطبعا في حالة وفاة المستفيد ويترتب على كل تصريح كاذب او تزوير في الودائق للاستفادة من منحة البطالة وقف دفع المنحة واسترداد جميع المبالغ المحصلة عليه من دون وجه حق بموجب ما ينص عليه المرسوم المتعلق بشروط الاستفادة من منحة البطالة والصادر في شهر فيفري الماضي كما استدركت ايضا وزارة العمل والتشغيل بتعليمات جديدة تقضي بان لا منحة لكل متخلف عن التكوين او المتغيب من دون سبب مقنع وجعلت الارضية الرقمية لمنحة البطالة موصولة بارضية التسجيل في التكوين المهني كما اقرت كذلك عدم استفادة مالكي السيارات من المنحة وكذا حاملي بطاقة الحرافي وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بقطع تاريق التحييل وكذا عقلنت الاطر المالي لإقرار منحة البطالة كانت هذه ستة حالات اساسية اضافتها الحكومة بطلب او بامر من الرئيس وهذا من اجل توقيف الاستفادة من منحة البطالة لكل متحيل اذا اعجبكم الفيديو واردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب